السلام عليكم هنكمل كلامنا عن الانسجة الحيوانية وهنتكلم النهاردة عن الانسجة الضامة والانسجة الضامة لها بعض الخصائص ونحاول نقارم بينها وبين الخصائص او الصفات بتاعة الانسجة الطلاقية هنا بناجد اول حاجة انها بتكون غير معارضة للخارج عكس طبعا النسيج الطلاقي وهي هنا بتكون مغطاة بالنسيج الطلاقي يعني دايما هي بتكون غير مكشوفة رقم اثنين او الصفة التانية بتكون الانسجة الضامة تتركب من خلايا خاصة دي رقم واحد رقم اثنين مادة بينية للربط وتكون دي مادة قد تكون سائلة او غيره ورقم ثلاثة الياف بروتينية المادة الخلالية اللي موجودة اللي كنا بنسب نتكلم عنها بتكون عبارة عن مادة بينية والياف بروتينية والالياف البروتينية قد تكون صفراء او قد تكون شبكية او قد تكون الياف كلاجين فهناك ألياف صفراء أو شبكية أو كولاجين المادة البينية اللي هي بتكون المادة الخلالية من حيث التماسك بتاعها قد تكون سائلة زي اللي موجودة في الدم قد تكون شبه سائلة زي اللي موجودة في نسيج الضام اللي هو الأصيل قد تكون صلبة زي اللي موجود في الضام قد تكون شبه صلبة زي اللي موجود في الغضريف إذن المادة البينية تختلف باختلاف نوع النسيج الضام طبعا برضو كفرق بينها ومن الأنسجة الطلائية إن الأنسجة الضامة ليس لها غشاء قاعدي ولا وصلات خلوية كذلك من ضمن الصفات اللي اتميزها عن خلايا الطلائية إنها بها شبكة كبيرة من الأوعيات الدموية ومن الخلايا العصبية طبعا الوظائف بتاعة الأنسجة الضامة يعني طبعا في مجملة هو التدعيم والربط زي الربط التدعيم الحماية ملء الفراغات تكوين الدم أو أداء بعض الوظائف الآيضية حسب نوع النسيج الضامة أنواع الأنسجة الضامة هي بتنقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية النوع الأول هو نسيج ضام أصيل وقد يكون مخاطي ده لو كان في الأجنة وفي البالغ بيكون طبعا هو مخاطي بيكون موجود في الحبل السري في الأجنة وده النوع سميه ألف والنوع الثاني بقى من النسيج الضام الأصيل بيكون في الشكل البالغ وبيكون أكتر من النوع يعني ممكن يكون نسيج ضام كسيف منتظم أو كسيف غير منتظم أو مفكك أو فجوي أو شبكي أو دهني طيب كمان النوع الثاني من النسيج الضامة يبقى الأولاني هو النسيج الضام الأصيل الثاني هو النسيج الضام الدعاني وهو يشمل الغضاريف والعظام النوع الثالث هو النسيج المكون لخلايا الدم وبنسميه النسيج الضام الوعائي يبقى أنا عندي ثلاث أنواع رأسية نسيج ضام أصيل نسيج ضام دعاني نسيج ضام وعائي الأنسيج الضامة اللي هي الخاصة يعني فيه بعض الصفات الموجودة فيها فنجد مثلا الغضاريف لها بعض الصفات الخاصة بيها هي أن المادة الخلايا اللي موجودة بيها بتكون غير متكلسة يعني من صلبة يعني نسميها النصف صلبة ولا توجد بيها أوعية دموية أو ألياف عصرية العظام برضو بها صفة أنها المادة الخلايا بيكون قوية جداً وبترصب فيها كالسام عشان كده بتكون هي أقوى نسيج موجود في جسم الإنسان آآ كمان الدم بتكون المادة الخلالية فيه موجودة بتكون سائلة والنسيج الدهني برضو بيتميز بأنه لا توجد به مادة خلالية عشان يعطي المساحة لتخزين الدهون آآ هنمر ونشوف بعض نمازج الأنسيجة اللي هي الضامة فنشوف أول حاجة النسيج الضام الفجوي طبعاً هو موجود في المساريقة والمساريقة دي موجودة في الأحشاء اللي بتربط الأحشاء معني يعني يعني الأحشاء بتكون متربطة عبر هذا النوع من الأنسيجة اللي هو اسمه ايه النسيج الضام الفجوي آآ بيتركب من آآ لو جينا نبص نشوفه تحت الميكسكوب عبارة عن ألياف صفراء وألياف شبكية آآ وآآ قريات دم وفي خلايا أكولة وخلايا دهنية بتكون موجودة بالشكل ده وده شكله تحت الميكسكوب النوع التاني من الأنسيجة الضامة هو النسيج الضام الدهني وهو موجود آآ في شكلين قد يكون نسيجة ضامة معظم الخلية ولكن الفرق بين اللي هي البيضاء الخلية البيضاء والخلية الدهنية البنية انه بيكون حجم ازا هم شايفين كده حجم اللي هو المادة الدهنية كبيرة هنا أما هنا بتكون ايه أصغر حتى ده اللي هو في البيضاء بتظهر في شكل خاتم لأن نواة موجودة في الطرف بالشكل ده طبعا هي وظيفة الأساسية هو تخزين الدهون وإفراز بعض الهرمونات اللي بتؤثر في مراكز الشبع والجوع في الدماغ برضو كمان انها بتفرز هرمون يقلل حساسية الكبد للإنسولين شكرا للحسن استماعكم ونلتقي في الدرس القادم والسلام عليكم اشتركوا في القناة